في جو يخيم عليه التفاؤل بدأت مجموعة الدول الكبرى في جناف محادثة تستمر يومين مع إيران بشأن برنامجها النووي أمل في إيجاد حل لهذا الملف بعثه التوجه الجديد لسياسة إيران منه ذلك التوجه الذي تجسد خلال اللقاء الذي جمع بين وزير الخارجي الأمريكي جون كيري ونظيره الإيراني محمد جواد ظريف على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة تحول تجسد أيضا في خطاب الرئيس الإيراني حسن روحاني خلال الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي حيث قال إن إيران لا تشكل أبدا تهديدا للعالم أو لمنطقتها من حيث الأفكار ومن الناحية العملية إيران تعتبر مرفأا للعدالة والأمن الشامل ومع إرادة مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية إذا امتنعوا عن تلبية مصالح مجموعات الضغط المؤيدة للحرب على المدى القصير يمكننا أن نجد إطارا نعالج فيه خلافاتنا انطلاقة فريدة من نوعها بين البلدين أعطاها الاتصال الهاتفي بين باراك أوباما وحسن روحاني نفسا جديدا باتت موضوع نقاش على تويتر حيث كتب روحاني فيه بأنه تلقى اتصالا هاتفيا من أوباما ليعود بعدها روحاني إلى بلاده ويستقبل في مطار ظهران من قبل المئات من أنصارها الذين رحبوا بالسياسة التي انتهجها في الجمعية العامة للأمم المتحدة ومن قبل المئات من الذين عارضوا سياسة التقارب مع واشنطن سياسة تعارضها على الصحة الدولية إسرائيل أحمد نجاد كان ذئبا في ثوب ذئب وروحاني ذئب في ثوب حمل ذئب يظن أنه يستطيع أن يعمي بصيرة المجتمع الدولي إيران تسعى إلى إيجاد حل لملفها النووي في غضون أشهر وأعربت العديد من المرات أن تخصيب اليورانيوم هو الخط الأحمر بالنسبة لها وبأنها لن تسمح بأي حال أن يتم تعليق تخصيب اليورانيوم أو الحد منه أو وقفها غير أنها أبدت استعدادها لمناقشة مستوى التخصيب وشكله وكمياته اشتركوا في القناة